اشتركوا في القناة امريكيون وجرى اعتقاله بدون اي مقاومة خلال عملية اطلق عليها الفجر الاحمر وخمرات 16 السنة على اعدام رئيس العراقي الراحل لا تزال كثير من الاجيال كتذكروا كلما حل عيد الاضحى الكون تنفيذ الاعدام تم فجر يوم السبت 30 دجنبر 2006 الموافق للعاشر من دين الحجة لكيحتفلوا به المسلمون بعيد الاضحى المبارك وكتابر صدام حسين احد زعماء العرب اللي كان مؤمن بفكرة القومية العربي اللي ذهى اليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان ايضا نائب رئيس جمهورية العراق وعضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الامن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين سنة 1975 و1973 قبل توليه الحكم دي العراق والي كتابر هو خامس رئيس لجمهورية العراق والامين القطري الحزب البعث العربي الاشتراكي والقائدة الاعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين 1973 وحتلت سعود ابريل 2003 بحيث في الفسنة اي 2003 تم القاء القبض على صدام حسين اللي بقى على رأس السلطة لما يقارب 24 سنة على يد عدد من جنود اللواء الاول تابع لفرقة المشات الرابعة والقوات الخاصة بهذا المشاهدين قد نوصلوا لنهاية هذا الخبر الى اللقاء